هذا الحال كنت ترى منه أو تقرأ من رسائله الضمنية المختلفة تقديره أو فكره فيما يتعلق بالكرمات بالأولياء هذا الأمر ولا لم يصلك شيء ما في هذا ناك كان بيزور مثلا رحت معاه جامع سيدة أحمد البدو آه راح يصور كان يزور الضريح نفسه يقف الضريح ويقرأ الفاتحة ويدعو الله والخليفة موجود خليفة هناك فيه الخليفة بتاع سيدة أحمد البدو قل له ادعي لنا يا خليفة شفتنا المنظر ده ووقف في الضريح ويصلي ركعتين ويزور سيدة أحمد البدو لو رحل إسكندرية شفت بيزور وأنا كنت أقرأ في يعني مثلا صلاة الجمعة حضرت في رمضان في صلاة الجمعة وكان مرة من المرات في سنة 81 كان معان رئيس جعفر بن نوميري رئيس السودان وقف يقرأ الفتحة لسيد المرسى أبو العباس فكان يعني يزور الأولياء اللي شفته في سيدنا الحسين يزور سيدنا الحسين ويقرأ الفاتحة في سيدنا الحسين طبعا إحنا لما نروح المساجد إلى البيت التمسح والعمايل اللي بيعملوها الناس اللي هم غير متصوفين مرفوض إحنا مثلا السيدة نفيسة إحنا بنروح نقرأ الفتحة ونقرأ شيء من القرآن وانا نتبرك بالمكان وندعو الله سبحانه وتعالى مش بندعو السيدة نفيسة أو بندعو سيدنا الحسين ندعو الله في هذا المكان اللي كان فيه السيدة نفيسة إن ربنا يغفر لنا ويقضي حاجتنا ودي حاجات يعني اتعملت وناس حسينها يقولك أنا هزور السيدة زينب والسيدة نفيسة عشان ربنا يقضي حاجاتي وتقضى وتقضى طبعا من زاق عرف والمنكر هو حر إحنا لا نجبره على أن يصدق لكن ما فيهاش ما يخالف الشرع ما فيش إحنا بنقف في هذا المكان وندعو الله مكان كان فيه السيدة نفيسة السيدة زينب سيدنا الحسين سيد أحمد البدوي سيد عبد الرحيم القنائي سيد المرسى أبو العباس سيد أبو الحسن الشازلي ندعو الله في أماكن كم فيها ناس بتتعبدوا ناس على قدم فندعو الله في هذا المكان اللي كان فيه إقامة الشعائر وأقامة الشريعة والحقيقة وندعو الله سبحانه وتعالى فربنا يتقبل منا في هذه الأمكنة يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بندعو الله في ناس أقول لك ولا تدعو مع الله أحدا ده سيدنا النبي ما تصلش في جامح فيه ضريح ده احنا بنصل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام على يمين الضريح وعلى شماله ووراه وقدامه ولا في شيء ومدفون جنب سيدنا النبي سيدنا مباكر وسيدنا عمر رضي الله عنه يعني ف دي خصوصية الواحد ده حاجة وغيره ما ده هاش هذا كل الموضوع